اي فكرة كنت بلاقي نفسي مش متحمسة عليها اكتر من اسبوع كنت بعرف ان دي مش الفكرة الصح ولما طلبات بعتولي مكنش متحمسة برضو فيها طلبات كانت بدأة بره مش كده اه كان لسه يعني احنا طلبات اشترت اطلب وكان لسه الاسم بتاع اطلب متغير لطلبات قبل ما انا اجوين الشركة بتلات شهور اطلب ده كان نجيب سويرس اه ده من 98 اه فكان بقالها حوالي يعني هو نجيب اشتراها من حد كانوا الشباب اللي عاملينها بسيالي اه 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 اتبعت كذا مرة يعني في العشرين سنة اللي فاتوا بس طلبات بقى غريبا نجيب سويرس رجل الاعمال الكبير يضحي بحاجة زي دي وكان داخل فيها معرفش بقى تفاصيل القصة دي طبعا زمان بالثاني ممكن يعني اطلب تحسيها بدأت قبل ما توصيل الطلبات كان حاجة يعني قبل ما توصيل طلبات اونلاين كان حاجة كبيرة بس بعد ذلك لما بعتولي قلت اتكلم معهم يعني كنتش عارف خالص حاجة ساعتها عن طلبات ماشية ازاي الفريق بتاعها عامل ازاي ولنت اتكلم معنديش حاجة اخسرها فدخلت فعلا الميتنج معاهم وطلبوا مني زي بيزنس كيس فبيزنس كيس ده زي بيبعتولك اسئلة تحلها يعني على مشاكل البزنس بيواجهها وازاي ممكن تتحل فلقيت نفسي وانا شغال عليها المدة اسبوع تحمست جدا عجبتني بمشاكل عجبتني ان الشركة دي عندها مستقبل ممكن يبقى خطير ولكن لحد هزيل لحظة كانت لسه ما كبرتش بالطريقة اللي مفروط تكون بتكبر بيه فقلت بس انا هو ده اللي انا عايز اعمله وهي الشغلين دي انا عجبني توصيل الطلبات وزي ما نيفين فضحتني وقالت ان انا بحب الاكل فكانت شغلين فيها تكنولوجي فيها تكنولوجيا اللي انا بحبها وفيها الاكل اللي انا بحبه وفيها تيم كبير قوي يعني طلبات فيها النهار ده حواليا 4000 واحد فساعتها برضو كان فيه عدد يعني مشابه لده ولكن عندهم مشاكل كتير فكت حاسة انا عايز اكون الشخص اللي يخش يحل المشاكل دي انت دخلت ايه الماناجينج دياركتر او مدير التنفيذي دخلت مدير التنفيذي على طول من اول مرة مش دخلت شريك لا لا كتير عليك ترباط قراري شركة كانت بدأت في الكويت مرضو من حوالي ساعتها كان يمكن بقى ل 18 سنة فما فيهاش اوي الاختيار بتاع ان راحت يخش شريك طبعا بس كده كل الناس اللي شغالين في الشركة عندهم اسهم ايه اللي بيميز المواطن المصري في طلباته مواطن المصري بيحب البيرجرز جدا اه والفراخ المالية ايه مواطن المصري بقى اللذيذ ان هو بيحب جدا يطلب طلبات السوبر ماركت او بقيلة على البيت يعني احنا عندنا طلبات مارت اللي هو الدارك ستور بتاعنا او السوبر ماركت بتاعنا اللي بيوصل بس يعني العمل اللي ما يشوفهوش هو فقط بيوصل طلبات مارت احنا عندنا 45 فرع في مصر هو أكبر طلبات مرت عندنا في العالم إحنا عندنا شركات تانية إيه الكسل اللي احنا فيه ده مش كسل كانت الخروج للسوبر ماركت أو البقالة كانت متعة والله أنا شايفها زكاء بصراحة من الواحد ما يضيعش وقته في أنه هو ينزل للسوبر ماركت ولكن يطلبه ويستمتع بوقته في حاجة تانية يختار للفاكهة بتاعت نوع المنجة اللي أنا بحبها مش عارة إيه بالعكس أنت عندك أنواع منجة مختلفة ممكن تختار أنت عايز الأفوكادو بتاعك مثلا مستوي ولا مش مستوي عايز التفاح بتاعك مصري ولا أمريكاني ولا فبالعكس عندك أنواع طماطم مختلفة ممكن تختار منها فتخيالي أن إحنا أكبر بلد في العالم مش بس تحت الطلبات إحنا عندنا شركات تانية برضو معنا يعني في نفس الشركة أكبر فرع هو فرع مصر أكبر فرع المصريين بيحبوا بيشتروا بيشتروا لو سألتك عن السوق ده ممكن تقولي لي رقم مش عارفة رقم بالزبط أقدر أن أنا أقوله دلوقتي ولكن زي ما كنت أقول لحضرتك إحنا موجودين عندنا 45 فرع في 12 مدينة في مصر طلبات نفسها موجودة في 25 مدينة ولكن طلبات مارت موجودة في 12 مدينة والناس مش بس بيطلبوا من طلبات مارت ممكن يطلبوا من سوفر ماركتس مختلفة أو محلات بآلة أو ممكن بتاع الفاكهة اللي جنب حضرتك تلاقيها على طلبات أو بتاع اللحمة أو المكتبة فإحنا من حالة لقد ما نقدر برضو نوصل كل حاجة ممكن تتوصل بدا ما عندك النهاردة الحمد لله عندنا 25 ألف طيار فبدا ما عندي 25 ألف طيار طيار ده اللي هو بالفيزبا البورتقاني اللي في الشارع فمعناها أكيد حالي كنت مثلا جاي من البيت للستوديو ممكن تكون شفتلك في الطريق 5,7,10,15 حد معناها أن في حد تقريبا دقيقة أو دقيقتين من أي حد في مصر بس إنك 25 ألف يعني عندوك 25 ألف موظف ده مصدر رزقهم ده حاجة كويسة هم مش موظفين هم مش طالوا معنا أنا فهم بس ولكن أنت بتكشفوا عليهم بتعملهم تحليل مخدرات كل شيء بنام كل حاجة وكل فترة طبعا بنبص على الريتنج بتاعهم نتأكد إن العملاء والمطاعم مبسوطين من الخدمة للطيارين بيقدموها ففكرة طبعا هم 25 ألف فعيلة نقدر نقول طبعا حياة إحنا بنحاول نغيرها أو هكذا فتخيل إن فيه طيار تقريبا دقيقتين من أي حد في مصر أنت تقدر توسل أي حاجة أنا آسف بس اللي بيكلم إحنا بنكلم دايما عن وضع اقتصادي صعب وعندنا معاناة هل الشغل عندكم تأثر بظروف الاقتصادية دي ولا مش باين قدامك والله الحمد لله المصريين بيحبوا يأكلوا لو مبسوطين أو لو زعلانين في أيام كانت صعبة في مصر الأزباب مختلفة اقتصاديا سياسيا أحب أقولك إن الأيام دي من أكتر الأيام اللي احنا عملنا فيها أردارات والله فالحمد لله الأكل يعني لأن اللي كان بيأكل برة في المطاعم ممكن دلوقتي يكون قلل شوية أكل في المطاعم وبيطلب في البيت اللي كان بيطلب في البيت أكل ممكن دلوقتي يكون قلل شوية فبقى يطلب البقالة بتاعته أو حق السوبر ماركت على البيت فكله في الآخر موجود في طلبات طيب عن سؤالين إذا لحقت في الوقت السؤال الأول مشروعك إيه أنت بتفكري في حاجة تانية بتخططت لنفسك وأنت بتعملي البلان بتاع حياتك بتقولي دي تاخد مني كم سنة وعمشي ولا ده ما ينفعش وتقولي أنت في الشركة والله أنا بحب أعمل الحاجة اللي بتبسطني في الوقت اللي أنا فيه وحاليا أنا مبسطة جدا بشغالي في طلبات وبحب التيم بتاعي جدا نحن أصحاب قوي مع بعض فعلا أنا بنزل للمكتب وأنا مبسوطة وأنا مثلا بعد أسبوع ما سفر معتين بتاعي سكندرية عشان نبسط نروح المكتب نقبل الناس وبعد كده نخرج مع بعض ناكل أكل حلوة برضو في سكندرية فطول ما أنا مبسوطة مش بفكر قوي كمان خمس سنين أو عشر سنين إيه لأن أنا معرفش كمان عشر سنين وأنا ابني عنده عشر سنين هحب أعمل إيه في حياتي معرفش ولكن النهاردة أختار طلبات طيب لو وجهت رسالة للشباب والبنات اللي لسه اتخرجوا من جامعة أو دخلين الجامعة لأن كتير من الشخصيات اللي قادت مكانك هنا كان بتحكيلي عن فكرة الانشغال بفكرة التخرج وأنك تضيع السنين دي كلها وما تشتغلش دي فكرة عباتية تقول لهم إيه علشان يعرفوا يشوفوا بكرة كويس أقول لهم اعملوا الحاجة اللي بتبسطتكو يعني استثمروا في نفسكو وأنتو لسه صغيرين مش لازم تبقى مدير أول ما تتخرج مش لازم تبقى مدير بعد ما تخش شركة معينة بسنة استثمر في نفسك بمعنى استثمر في خبراتك أيان كان ده معنى إيه حتى لو مردت في الأول أوليل كل حاجة ليها وقتها ممكن حد يبقى مدير أول ما تخرج ده مش معنى أن انت أوحش منه أو أقل منه كل حاجة بتحصل في وقتها فاشتغل بجد استثمر في نفسك وربنا في الآخر هو اللي بيوفق وبيحطك في المكان الصح في الوقت الصح يعني تاكسي السحل حصل ونجح مش عشان أنا عبقرية نجح عشان أنا كنت ربنا وفقني في الوقت الصح في المكان الصح لو كنت بدأت سنة متأخر وكان كريم وقوب برجون مصر ما كنتش هبقى نجح طبعا تحيات النوح وبابا نوح أنه فرحا بنجحك وبيساعتك رغم أنه كمان بيشتغل في مجال قريب من مجالك وده عظيم جدا فلازم نحيي أنه يبقى داعم لكي وبيشجعك وشايفك بتنجح وفرحان لده فهو عنده شركة نشيئة برضه نفس الحرب طبعا طبعا بس ممكن يقولك لا أنا بشتغل فيه رجالة كتير ما بيسمحوش زوجاتهم قوي أو بيغيروا من نجحهم فواضح أنه متحقق جدا بص هو كده عشان مامته ست نجح جدا في شغلها وجدته نفس القصة فاللي بيتربى من أم أو جدة بيشجعه دا وبيقولونه أنه هو دا هي دي الحاجة الحلوة دا اللي بيطلع الراجل بيشجع مراته أنها برضه تعمل حاجة نجحة بتاقيق لي هادير شلبي داتيني طاقة بشكر جدا وأتمنى يكون أولادك أنا بتفرجوا عليك علشان يتعليهم حاجة رب نخليك يعني شرف ليا أنا أكون محضرتك دا شرف ليا بشكر جدا جدا بشكر وجه مصري عقل مصري شاب شابة قدرت أنها تنجح وتعمل دا كله البلد أخدوا بالكو اللي بيفتح يبيوت دي وبيعمل المشاريع دي بيشغل ناس كتير بيعمل حيوية بيعمل انتعاش اقتصاد وده اللي طول الوقت بنعمله وده اللي طول الوقت بتبنى البنمج إن احنا بنفرح بالنجاح وبنفرح بنفرح بالنجاحين والنجاحات اللي بيضيفوا لهذا المجتمع قبل أي حاجة اتقوا الأمل بشكرك مرة تالية بشترسة